مرحبا برج العذراء بشكل عام قبل ما أدخل في الكارتات اليوم لحد الآن قراءة برج العذراء هي المفضلة لدي لأن الطاقة فيها طاقة أمور تحدث معنا طول الوقت ولكن نحن نخلي مشاعر نتغلب على عقلنا فهاي القراءة مثال جيد لهذا النوع من المشاكل اللي نشوفها في الحياة أول كارت سبب الفراق ثريف بنتكلت مع كوين أف وانز أرى أنك أنت يا برج العذراء احتمال الكون العكس بس اللي أشوفه هني أن أنت كان دخولك قوي في حياة الحبيب كنت داخل حياته بكل عزيمة وأصرار أنك تغير جوانب تعمل معاه على تغيير أمور في حياته الروتينه اليومي اللايف ستايل أو طبيعة حياته وطبيعة عمله كانت داخل بقوة يعني تب تغير الأمور اللي معاجبتك في الحبيب الأمور اللي يبغي لها تطوير وانتباه انت داخل بقوة وأيضا أشوفك شوي عنيد وعندك رؤية معينة للأمور ولازم الأمور تمشي حسب اللي أنت تشوفها راح أخلي الكرت شذي عشان نشوف كرت الحبيب أو سوري سبب التأخير هذا الشي لم يفلح عشان شذي صار انفصال الحبيب كان ردة فعله انه كان ملتزم ووضح لك انه يحب يحافظ على حقه في حياة العزوبية يعني حافظ على حريته حياة الخاصة الأمور اللي تعود يسويها حياة العزوبية بكل خياراتها وجمالها والحرية اللي فيها الحرية نينف بندكلز طاقة الشخص الأعزب الذي يتمتع بكل البذخ والرخاء والفرص في الحياة انت حبي تتغير من طريقة حياة الحبيب من اسلوب حياته نمط حياته هذا الشخص طالعك في عينك وقال لك لا الامور لن تمشي بهذه الطريقة معاي انا وهذا هو سبب التأخير انت ملتزم بحقك في تغيير ما لا يعجبك في الحبيب والحبيب ملتزم بالابقاء على حقه في حياة العزوبية وحق التصرف قراءة شوي مضحكة بالنسبة لي المهم نروح لمساعرك تجاهها تصيرها مثل القصة انت لم تتوقع هذه ردة الفعل من الحبيب ما توقعتها صدمتك غيرت بالنسبة لك امور كنت يمكن تشوفها كشريك لانا عندنا الكينج والكوين اثنينهم من نفس الفئة فكنت تشوفها كشريك ومساوي لك شخص تقدر تبني معاحية ولكن ردت فعله من هذا كل موقف خلت تغييرك خلت تفكيرك يتغير بخصوص هذا الشخص فاما انك قررت ان تخليه يحتفل يرجع لحياته الطبيعية ثري وف كوبس يرجع لحياته الطبيعية وترحل انت عنه لانا انت شنك تقول ليس من العادل ان اكون انا في حياتك وفي نفس الوقت الاخرين والسهرات والسفرات وحياتك العادية كعزوبي موجودة ايضا ليس من العدل فانت اتوقع انك قررت انك ترحل او عطيت اختيار احتمال هالشخص في الفترة السابقة اختار خطأ اختارني احافظ على حياة العلاقات المتعددة والسهر والتعارف والتواصل مع الاخرين اوكي فهذا اللي سبب الرحيل مشاعر نحوك بعد ما انت رحلت رحض هاي الصورة بعد ما انت رحلت هذا الشخص كل الخيارات التي كانت موجودة امامه لا تسعده بعد الان تعيس وحس انه خسر السبب الحقيقي الوحيد لسعادته الا وهو انت هو فعلا حافظ على حياة الطبيعية التي لم تكن موجود انت فيها ولكنه خسرك انت فاسوأ مخاوفه تحققت لانه لم يتوقع انه عندما يخسرك انت يخسر هذا الكم من السعادة او هذا الكم من الاستقرار فوجد نفسه مضطر ان يختار مضطر ان يقطع اشخاص مواقف عادات معينة في حياته السابقة عشان يقدر يحصل على سعادته معك لان اذا ما سوه الشيء هو عارف هو عارف اذا لم يستخدم سيفه ويقطع هذه الاشياء انت لن تعود او الميال لن تعود الى مجاريها بينكم نية مثل ما قلت لك هو راح يسوي هذا الشيء يقطع الاخرين ولكن خلنا نوضح شي معين عندما يتعود الشخص على اسلوب حياة معين جدا من الصعب ان يتخلى عنه عندما يتعود ان يرجع الى المنزل ويلاقيك فيه ويكون سعيد معاك بس في نفس الوقت تكون عنده حياة ثانية حياة فيها جمالة عمل صديقات بغض النظر عن اسلوب حياة الخاصة ولكن يحتفظ بالاثنين في نفس الوقت التغيير من هذا النوع صعب فاراه فعلا سوف يختارك وفعلا انت سبب سعادته الرئيسي ولكن سوف يكون حزين بعض الشيء لانه مضطر يترك الخيارات الاخرى او يقوم بالكثير من التضحيات في سبيل انه ترجع علاقتكم مثل بعض او تأسسون مع بعض شيء مستقر عشان يخلي العلاقة تستقر معاك رح يضطر انه يخسر اشياء لو كان الامر بيده يعني ما رح يتخلى عنها ولكن لانه انت عطيته مثل خيار يا انا يا حياتك السابقة او حياة الخيارات المتعددة عندك ولكن في الوضع الطبيعي هذا الشخص لن يقوم بالاختيار الخطوة القادمة في حياته بعد ما يتخلص من هؤلاء الاشخاص او العادات السيئة عنده في الماضي مو احتمال تكون العادات السيئة لانه ما شفت كرت الدفل احتمال تكون مجرد اشياء انت لا تعجبك في الحبيب او في نمط حياته حتى ما تكون انت محافظ هو متحرر او العكس بعد ما يصير هذا الشيء ان شاء الله ارى ان انتو اثنينكم علاقتكم راح تكون متجهة نحو استقرار اكثر بداية جديدة هذا الهدوء والاستقرار الذي ستواجهونه بعد الانتقال من هذه المرحلة راح يخلي الحبيب مستعد انه يعرف عليك شيء اكثر من الالتزام اللي قاعد اسمعه كلمة الالتزام احتمال يكون ارتباط خطوبة يتقدم للزواج سعلا يقوم بالخطبة او بكتب الكتاب فهذه هي المرحلة القادمة بالنسبة لك ولكن عندي نصيحة اخيرة في قلبي سمعتها اثناء خلط الاوراق لازم اقولها لك ما بين السابق كنت انت العذراء queen of wands والحبيب king of wands اثنينكم عندكم شغف واثنينكم تحبون التحكم واثنينكم عنيدين واثنينكم قويين في رأيكم ونظرتكم للامور ولكن احس التارو يقولك ان العكس من الذكاء انك تكون عقلاني اكثر يعني خلي الحبيب يكون يطلق العنان لنفسه في بعض الامور عطى حريته ولكن استخدم ذكائك العاطفي كن اذكى منه عاطفيا كن اقوى منه عاطفيا كن المرسال العاطفية التي تثبت العلاقة يعني اعطى كم معين لازم تعرف الكم المعين من الحرية والثقة لكي هذا الملك وهذا الشخص لا يحس انه خسر جزء مهم من حياته ومن نفسه في نفس الوقت لا تعطيك كل الحرية لتكون العلاقة سايبة او بدون حدود لازم تعرف البلانس استخدم ذكائك العاطفي لكي تكون انت الاقوى في العلاقة فاحتاج انه شوي تغير منطقتك منطقة عنيدة تحب الافعال تحب التدخل تحب تلقي الاوامر الى الذكاء العاطفي الدبلوماسي وراح اسحب لك اخر كرت يا برج العذراء هو كرت النصيحة كرت النصيحة لبرج العذراء في قراءة عودة الحبيب اول كرت يسقط او ينقلب هو بالعادة الذي اختاره نصيحتك اليوم اكثر شيء قاعد يشد انتباهي في هذا الصورة الارتباط بين التنينين يعني هم مرتبطين ولكن ليس لدرجة الاختناق في جزء من الحرية هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه هذا التنين ينظر في هذا الاتجاه عندهم نوع من الحرية فارى انك مثل ما قلت لك تقريبا نفس الرسالة اللي قلتها لك لازم تعرف الحد الصحيح الامونت الصحيح الكمية الصحيحة من الثكاء العاطفي من انك تجمع بين الحرية وبين الالتزام مع الحبيب بين انك لازم تعطيه ثقة كمية من الثقة في نفس الوقت تطلب كمية من الاداء تطلب كمية من الالتزام منه انت اقعد مع نفسك وحدد ما هو ما هو البلانس الصحيح التوازن الصحيح عشان تقدر تنجح العلاقة مع هذا الشخص شخص احب حريته شخص هو ليس لعب ترى خلا نوضح نقطة واحدة هذا الشخص ليس لعب هذا الشخص يحب يجدد طاقته بالتعرف والاحتكاك مع اشخاص عديدين احب ان يكون حول الكثير من الاشخاص يحصل على اهتمام هذا الشيء يساعد ان يجدد طاقته فلما يرجع البيت يكون حبيبك انت او لما يرجع لك اذا كنتوا غير متزوجين هو يعلم بان انت الحبيب انت المنزل انت المأمة بالنسبة له لانه يثق فيك ويثق في قراراتك يعني وصل لمرحلة الاحترام والثقة وليست لمرحلة الاوامر والطلبات يعني اعرفت فاكسب ثقت هذا الشخص خلي يحترمك واحترمك خلي الثقة والاحترام يكون متبادل عندما تتخلص من هذا الشد الشد اللي افعل ولا تفعل هني انت راح تكون انت والحبيب بسلام اشتركوا في القرارات اشتركوا في القرارات اشتركوا في القرارات